بيني وبين الطيبين كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتألف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وآمن أسعد في هذا البرنامج بصحبة فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور عبد الرحمن منصور مرحباً سيدنا حياكم الله دكتور عبد الرحمن رضي الله عنك وبركاته في عمرك وإياكم سيدنا الشيخ اللهم أمين وإياكم وإياكم سيدنا وقفنا في الحلقة الماضية مشاهدين الكرام ونحن نتحدث من كتاب قصة التأهيل لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن منصور وأنا نصحت من قبل وأنصح نفسي وإخواني باقتناء هذه الكتب التي تساعدنا على تحقيق هذا الوئام المنشود في بيوتنا لا سيما ونحن نرى المنظمات النسوية العالمية والمنظمات العالمية الأجنبية التي تسعى ليلة نهار لتحقيق أهداف عدة من أبرز هذه الأهداف للأسف الشديد خراب بيوت المسلمين وانفصال الزوج عن زوجته وأبنائه وبالتالي المشكلات التي نراها تملأ محاكم الأسرة وغير محاكم الأسرة ولا حالة لقوات إلا بالله في الكتاب ذكر الشيخ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علقمة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع عبد الله بمنا فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمعارف والمهارات اللازمة لإقامة حياة زوجية سعيدة نجاحة ومميزة نعم وقلنا بأن التأهيل بيكون بأمور أربعة الأمر الأول بقراءة الكتب المتخصصة في كل باب الكتب دي عبارة عن مراحل عندنا مرحلة التأهيل أولا لها كتب وعندنا مرحلة الاختيار لها كتب والخطوبة والعقد والبناء وحتى تربية الأولاد حتى النزاعاتنا بين الزوجين عملنا لها بعض الكتب مسجدات في بيتنا حب ذكرت في مشكلة دارة بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة رضي الله وعنها وكان الحكم بينهما رسول الله وصفات حتى الحكم اللي هي تدخل في حل الأزمة والمشكلة ودور الزوجة في المشكلة ودور الزوج في المشكلة وأفردت ذلك في كتب فلن أعوز أقول أن من وسائل التأهيل كراءة الكتب المتخصصة على عيني وعلى راسي من فوق كل أخ صاحب منهج بلتزم بقواعد النشر أو قواعد الكتابة أو التأليف في صحبته مع الكتاب والسنة وعدم صادمة النصوص الشرعية ولا بيأتي مثلا بشبهات يطرح على الناس بدون جوابنا عنها نسعد بك وبأي كتب تكتب ولكن أنا بقول أي إنسان يحسن صنعته أنا بني السباك مش بتاع السباكة أنا باتصل بالسباكة وقوله تعالى عندي مشكلة في الحض أنا عندي نجار عاوزه للأبواب أنا طبيب طبيب للأدوية بيدي أدوية نفسية أنا مش طبيب عشان ندي أدوية نفسية أقوله إذا بقيله الأستاذ الدكتور فلان فده رجل متخصص في هذا المباشر في حد تاني متخصص في الطفولة الأطفال ومشاكلهم والمراهقين زي الدكتور رياس النصري هنا في القناة وزي الدكتور صالحة بالكريم من إخواننا وأحبابنا المعروفين فأنا عادي أقول لما تجي تقرأ كتب في كتب جامعة الحياة الزوجية كلها في كتاب واحد أجي أقرأ الكتاب كله عبارة عن النصوص الشرعية فقط وده مطلوب ولكن أين إسقاط النصوص الشرعية؟ على واقع الناس بدا مطلوب عشان يبقى إحنا جمعنا ما بين الأمرين أنا لأ أحبث أن أكتب نحية الشرعية فقط الكتابة من نحية الشرعية وأضم لذلك الدراسة الاجتماعية والتربوية والنفسية لما نجمع الاثنين مع بعض أنا كنت عامل قريبا ننتهي منه كتاب اسم المراهقون المبدعون ما شاء الله وأرسلت رسالة لشيخنا الشيخ محمد الإسماعيل وعدين بقوله يعني أنت سيدنا بعد مقارات كتابي التربية بالعقاب فنظرتي لخطتك اللي أنا ما أعرفهاش أني أنت كده كده جاي لكتابي عن المراهقة فقلت له أنا هجمع أنا عندي مثلا حوالي 142 كتاب عن المراهقة وكتب رسائل ماجستري ودكتوراه وتولها أنا هشحنها في كرتون الجباب في العربي أولا حتى تفضل وأنا ما اشتغلتش فيه وحتى تتغصص في هذا الباب وأنا أروح لجانب تاني فيعني جزاء الله خيرا أن لا إحنا بحاجين قلمك وإنتاجك وكذا وشيء من هذا القبيل هو متخصص فيه هذا الباب ونعرف اكتب فيه هذا الباب عشان ده شغل برضو ولكن لما نقول في حد أعلى منه رتبة وهو من أهل الصنعة ورجل جمع ما بين طول عمره ما بين الشريعة العلوم الشرعية وما بين العلوم النفسية فبلا شك لما يصدر كتاب فيه مزيج من الاتنين دول يقيناً هيبقى فيه نوع من الإبداع وأحسب ذلك وهو الجامعة ده دكتور عبد الرحمن للحق بتطرحه وإحنا أصلاً بنعاني الويلات بسبب الطرح المتطرف بين الجانبين أيو نعم يعني خلينا أقول لفضلتك أن أنا عندي مش تحاملاً على الشيخ ولا تحاملاً على الطبيب نعم فيه طرح متطرف عند الشيخ أحياناً أنه يقوله لأ أنت لابد أن تعالج بالقرآن وبالشرع فقط والقرآن شفاء قطعاً نعم ولكن الطريقة خطأ نعم والطبيب المتطرف أيضاً الذي يقول ليس القرآن علاقة بالعلاج نعم وربنا قال للقرآن شفاء صحيح نعم فهذه النظرة الوسطية اللي فضلتك ذكرتها اللي ربنا عز وجل تحدث عنها وكذلك جعلناك أمة وسطة هي دي النظرة المهمة جداً جداً اللي نجمع منها واللي عاوزين نوصي بيها إخواننا الدعاية وإخواننا الطباء كذلك أيضاً أنت تعرف من العجيب أن أنا قرأت رسالة دكتوراه من خمس سنوات نعم وهي لأستاذ في الكويت وأنا مش هدأتذكر الإسم حالياً قد جمع ما بين الأمراض النفسية عند الإمام ابن القيم وعند العلماء الغرب سبحان الله والله العظيم نعم أنا قرأت كلام لابن القيم قلت يعني ده من أفذذ العصر أصلاً في فهم النفس الإنسانية والنفس البشرية وكلام خطير جداً 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 لم أكن أتوقع أن الإمام ابن القيم تكلم عنه إلا لما الأخ الفاضل أو الأستاذ الدكتور الكريم كتب هذا الكتاب أنا رجعت للمراجع فرجعت للكتاب لقيت متكلم عن عن دواء العشق مثلاً دواء العشق ده ابن القيم ابن القيم وعلاج النفسانيين لها في العصر الحديث ففي نوع من المقارنة لما جيت أبص للأتنين ده يتوافق مع قواعد الشريعة وده يصادم الشريعة نعم يعني هم مثلاً البنت في الغرب لو بلغت من العمر حدوشها سنة يباقوا لا يلا اتكل على الله اتبلكيش مكان عندنا هنا حاول تشوفي واحد من الأخدان أو من الناس أو تشتغل تصريف على نفسي أو وحي من أصحابك أو غيره أو غيره وما فيش مشكلة لو هي دخلة من بره ومعها الشم في إيديها ودخل حجرتهم من خاصة ده طبيعي جداً عنده هل هذا يسمى علاجاً للعشق عندنا في الإسلام لا لا مفيش الكلام إنما عندنا أول الأدوية الزواج نعم إذن الزواج علاج هنا اه طبعاً جعله الشريعة علاج مش النبي قال لم يرى للمتحبين مثل النكاح سبحان الله ده كلام قطعي وإذن لما بيجي بعض الآباء يقول لي أنا بنت مش عاوزة تقبل فلان ولا علان ولا علان ولا علان ولا علان ولا علان زوج قعد معاها بقى فنقف وقفة اه أقول له طيب إنت حضرتك أخذت زوجتك عن شيء من الود والمشاعر جواك ولا لا فيقول لي طبعاً نعم أنا بمهد له الطريق إن قد يكون بنتك قد وقعت في حب أحد الشباب مثلاً وقد سمعت عنه لديانته وأخلاقه ولكن لم تترجم أي ترجمة خاطئة لا تبصل بالتليفون ولا تكلمت معاه ولا وسطت صحبتها ولا نخرج نروحها عندنا سنسفح عدقة الحيوان ولا الكلام ده خامس هل هي تأثم على ذلك؟ لا تأثم ليه؟ ما نفذتش ما عملتش خطوة من خطوات الشيطان إنما في قلبها وقع حد معين لدينه لأخلاقه لسلوكه لأدبه فتمنت أن يكون زوجاً فتعلقت به سبحان الله وقد يكون الطرف الآخر سمع عنها فتعلق بها والذين لا يأثموا على ذلك نعم يا ابن تجوز حاضر يا أم يا ابن تجوز حاضر يا أم حاضر يا أم حاضر يا مام ففي الأخير تقول له أنت عندك حاجة؟ آه أو عندي فيسكت على السحية؟ نعم بس شباب الوقت عنين واسع شوية؟ فإلا مرحم الله فيقول لها نعم يا أمي أنا في واحدة سمعت عنها في المسجد كذا 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 أو في ضر القرآن أو أخت كلمتنا عنها أو كذا وأنا من غير أو على الفيسبوك أو دخل على صفحة قلب وشاف الدنيا فأنا قلبي يعني دي أنا عاوزها كذا نعم فنروح للأب يا عم الحاجة بنتك بتقول لك ده أنا عاوزها يقول أنت عارفها من أين؟ أنا معرفوش أنا سمعت عنه وعن ديانته وعن أخلاقه وشفت له حاجات على النت فأنا أرغبه كذا نعم يا بنت ستين في سبعين في خمسين في ثمانين أنت شكلك بتلفه بالدوري يا سيدي ما فيش حاجة وقعد أتكلم مع البنت تقول لي أنت حاجةك فاهمني أو لا والله فاهمك بهدى شغلي فاللي أنت تقول لي أنا مستشعر قول يا بنتي هل أنت عشان حاجة معينة عندي هذا الإنسان أنت ترغب الإنسان أن يكون زوجا مش السيدة خديجة رغبت في النبي محمد فأرسلت من صويح ماتها نفيسة قالت لها روح شوفينا الموضوع مش حصل وقالت لها ده أمر شرعي وانت لا يعب عليك أبدا طالما ما خرجش عن الإطار الشرعي قالت لي والله ما حصل مني حاجة ولا كلام ولا عرف تليفون ولا أي علاقات يا عم الحاج الشاب ده أنا متقدم لزواج ابناتك فرضا أقوله والله ما في حاجة هي عوزا كزوج نعم عشان توسمت في الديانة والأخلاق وبتاع ده بالنبي وأقول له الحديث بقى النبي قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح نعم نجوزهم بقى ولا نخبط لكن هنا يا دكتور بالتأكيد يعني لها الضابط أيضا بمعنى إن إذا نظر الأب والأم نظرة موضوعية نظرة إكراه ووجد أنهما لن يتوافقا فمن حقه هنا أن ينصح حتى لو كان متحبين بلا شك نعم بلا شك نحن بنقول هنا توسمت في الصلاح والتقوى والعكس كذلك نعم فهنا خرص أما إذا كان البنت مثلا إنسان صاحبة دين صاحبة أخلاق وعندها ثقافة عليا بس الشاب المتقدم لها غير دين نعم من حق الولية أن يقف يا بابا همسك السلك والكهرب يقول لها بسم الله على بركة الله كهربي عادي حتى لو كان في حب متباذل قبل الزواج ممكن نسميه صبابا نسميه عشق نسميه غرام نسميه إعجاب نسميه جذاب ماشي بس كلمة الحب كلمة عالية يعني ممكن نقول حب محرم آه ممكن نسميك وابنقيم ذكر شيئا من هذا عفيني عشان يحمل مشاء الله عليك الحبيب كبير لا دا كله نتاك تعليم صعينا دولي آه نتاك تعليم نتاك تعليم نتاك تعليم نتاك تعليم لم نرى علاجا للمتحبيني لم يرى المتحبيني مثل النكاح مثل النكاح أي نعم صلى الله عليه وسلم سبحان الله طيب فيما ذكرت بقى الرواب تاعتنا طيب قبل ما تذكر الرواب تاعتنا قولي يا حبيب في رز زواج أو الاستكمال الحياة كيف أجمع بيننا صلى الله عليه وسلم وجه هيلان نعم هو خلاص وقعت في قلبي ووقع في قلبها نعم لو إحنا نزعنا الاثنين العشق من أصعب الأمرات في العلاج نعم بأنه في الأول صادف قلبا فارغا نعم بس صعب تنزعه نعم ضغطا في بعض الناس والله من الممكن أن يموت بسبب العشق سبحان الله والله العظيم أنت مشوفش قصة مغيث وبريرة نعم هي بريرة قالت أنا خلاص استغنيت عنه هو يمشي وراه في السوق ويبكي أنا متصور والله المشهد يمشي في السوق وهي تمشي وراه ويبكي وسيدنا الناس والسلام آه شفت أنت أحاقتك وقلت إبايد النقطة نعم وسيدنا الناس والسلام قال له عبد الله بن عباس إني لأعجب من حبي بريرة مغيث ومن بغضي مغيثة بريرة نعم أفوأ إني لأعجب من حبي مغيث ومن بغض بريرة مغيث آه والله يا الله يا الله النبي مشفق صلى الله فيروح يكلمها فتقول له أنت شافع ولا آمر آه لا أنا جاي شافع بس لا أملش حاجة فيه نعم ودي أمر قلبي مش بتاعه هي خلاص تغير القلب معادش ينفع خلاص كانت تحبه من قبل أينها آه سبحانه ما أنا أقول لك آه ما سميه قلبه قلبا إلا لتقلبة وعشانك إحنا بنقول اللي بيبقى البيت مش مسألة الحب فقط آه إنما الأعلى من الحب التفاهم ووجود الاحتياجات وحطة رومانسية بقى من دكتور عبد الرحمن منصر نعم إذا تغير القلب هنا من الحب قلبا قوله حبيب إذا تغير ما تقوله؟ إذا تغير هذا القلب أو إذا تقلم هذا القلب آه من الحب إلى الكراهية آه هل من الممكن أن يعود مرة أخرى إلى الحب؟ يعني الشيخ عبد الرحمن منصر ما سميه قلب قلبا إلا لتقلبه قد يتقلب الآن ويرجع ثاني يرجع الحب لين؟ بس ليس باليسير ليس باليسير آه والله وده محتاج بذل مجهود نعم وأنا كانت فيه أختي عايشة في الإمارات وزوجها رجل إماراتي هي مصرية نعم وهو إماراتي وتزوجها وكانت مطلقة كانت مطلقة وهو كان مطلق والزوجة زوجته الأولى المطلقة منه وردته النجوم في عز الدور آه وعلى رأيه فضلت الشيخ سين حسين العفان وشفاه الله وعفاه طلعت النجل الأخضر في الناغ تعبير جامل جدا جدا كان بيحكي لي مشكلة فأبقول لي الكلمة دي طلعت النجل الأخضر في الماء سبع أسأل الله أن يشيو أن يوحى كان نلقاء مع أفول عمر الحبالي صحيح صحيح وفي كل الحنابيل والشيخ مواكر الحبالي الكبير اللهم أمين واخد بالك سيدي نعم فأم إيه آه المطلقة المطلقة طلعت النجل الأخضر في الماء يعني نسته اسمه نعم ولما تزوج الزوجة الثانية الزوجة تجوز بقى بعد نعم والأخت المصرية كانت هي برضو طلقت قبل ذلك وده بقى زوجة نعم الزوجة المصرية كانت من آدب الناس نعم وحسن خلقه وتودد وطلطف وزينة وكمال هو نفس وصفه لي نعم واتكلمني في الانسجارة بقول لي ما شفتش بعد كده نعم ولكن كان عنده إشكالية أنا وهي إشكالية التعلق المرضي بالزوجة الأولى سبحان الله حتى بعد أن طلق وتزوج الثاني مش عايز أقول لك نسيته اسمه عجيب يعني كان بمشف الشارع يسبحه بحمد الله ومع ذلك مش قادر أتخلص من الجوان تب أنت إيه اللي دخلك في زوجة تانية أنت كنت نازل تمهد الأول وتتأهل الأول عشان تنسى اللي فات وتبدأ من جديد واخد بالك جي مع الزوجة الثانية التأى نفسه فجأة أغلق سبحان الله وكان في الأول الزواج كان عاشقا لها أنا لما شفتش في الأدب والأخلاق والتربية والجمال والزينة والثقبالي ما شفتش زي كده نعم القلب تغير ليه؟ بدأ يبحث عن الزوجة الأولى يدخل على النت يبص على هي مطلق مطلق خلاص وراحت لحالها يبص عن أحوالها بتكتب إيه على صفحتها لعلها عاوزة ترجع تاني لعلها نادمت على ما مضى يا عمي ده نسيتك اسمك اسمك إيه فيقولها موكشة هو ماشي بالشالة نسي اسمه نعم ومعه كده شوف ربنا أنا معاليمي نعمة ولكنه لم يشكر نعمة الله سبحان الله رجع تاني طلق الثانية ده اللي كله وقفين عليه آخر استشارة قال لي أنه عاوز يوطلق الثانية ويرجع للأولى قال لأنا مش قادر الأولى ما هي مش عاوزة ترجع أصلا عجيب بس أنا بقول لك النفس ده غريبة غريبة شوفت ده لسه بتقول ممكن الحب ده يرجع آه ممكن يرجع للمجهود يا مقلب القلوب ثب قلبي على دين يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعدي فالإنسان القلبي بيتغير فإحنا عاوزين نقول إن البيوت في أصلها ما بتبناش على إن قصة إن أنا طول النهار قاعدة أسبل وقاعدة أحب عفونا سيدي أنا كان أحد الشباب كان طالب في كلية الهندسة وكان بيسألني يعني قريب مني بيسألني بيسأل أخوي أنا لست استشارية أنت أهل الصلاة لا أحظك سيدي فقال لي بيحب واحدة سيدنا هو طالب في الكلية الهندسة يعني 21-20 سنة في الحدود دي وكان بيحب واحدة عندها 41 سنة فأنا يعني الطبيعي قلت له لا أبلاش يعني لما تجي تحسبها بحسابات الحياة إن بعد عشر سنين هي ربنا برك في عمرها هتبقى الخمسين والستين وإنت لسه تبقى شاب صغير بتبحث عن زوجة يعني فالأمر مش تصمم وتزوجها تزوجها بعد تخرج وموشرت هو رأاها بعين قلبه سبحان الله بص يا دكتور مر على زواجهم أكتر من عشر سنين دلوقتي والتقيت به كنتش قابلته خالص من الفترة كان سافر برة ورجع فبقول له قال لي احنا ما شاء الله زير فقول لأننا نخلف ثلاث أطفال وعايشين الفرق السن كبير أنا ما توقعته أن تستقر الحياة سبحان الله ينصر ما يبارك لهم آمين فهي أمور عجيبة أيوة هي أمور عجيبة هو فعلا يعني في بعض الحالات اللي زي دي أنا معرفش الأخ طبعما كأصرفها عامة في حالات أنا بشوفها يبقى مثلا الزوجة أكبر بعشر سنوات الزوجة أكبر بعشر سنوات وعشر سنوات عمر برضو مش حاجة قليلة بس البعض بيقول إيه له نظرة تانية أنه رأاها بعين قلبي لا بعين رأسي صحيح فخلاص وقعت في قلبه وقال إيه ده 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 فيها سبات كتير تشبه صفات أمي نعم خاصة لو إنه فقد أمه دي حيلة نفسية آه وفقد أمه فعاوز بديل فلما بدأ يدور كل واحدة بيبصلها عاوز يشوف فيها أمه سبحان الله حنية أمه رقة أمه جسمة أمه شيفش بأمه المهمة وأن له نجدة أمه يعني سبحان الله هي لا تعوض هي لا تعوض بس عاوز حاجة شبيهة خلته مثلا نعم أنا عاوز واحدة شبيهة بخلتي عشان خلت لما بكون منفاعل وساير حتى بتعرف تحضنني بتعرف تططب علي فاتفض معها معرفش أعمل كده مع أمي فتلتبه يدور على حاجة شبيهة بحاجة هو شف دي من الحين النفسي البعض يقول لك لا أنا عاوز واحدة هي اللي تقودني فكريا عجيب أيوة دوائرد أيوة أليس هذا يقلل من قوامته هو بالنسبانه مش شايف ده أنت شايف ده أو أنت بعيد عن الأمر أنت كنت متعجب أن خد واحدة أكبر منه في العمر ولما قابلته قال لك أنا في زهرة شبابي وسمناه ما شاء الله وزي الفل ما لابعا أقول لك سبحان الله سبحان الله طب نرجع للحديث آه يا دكتور فالحديث بقى ده عمدة عمدة في باب التأهيل إن النبي قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البقدة فالجزاو تعجب بقى قصة من الأول معنى العمل الحديث إيه نعم سيدنا عالقامة بن قيس الكوفي هو كان ماشي مع سيدنا عبدالله ولمسعود رضي الله وعلا وأرضاه بمنطقة ميناء ربنا يكتب لنا ميناء العام القادم اللهم أمين كنت أمش مع عبدالله يقصى عبدالله مسعود آه نعم وسيدنا آه آه أبيل المؤمنين سيدنا عثمان أبيل الاثنين رضي الله في نفس المنطقة في منطقة مين نعم فسيدنا عثمان طلب من ابن مسعود أن يختلي به آه هم ثلاثة والأصل الشرعي ينهى نهي تحريب أن يتناجس ناني دون الأخر فإن ذلك يحزنه إلا إذا كان لعلة ومن ذلك هذه العلة آه يعني هنا وليس ذكرها الإمام النووي وهنشرح الكلام إذا كان في علة يجوز أن يتناجس ناني نعم ف ومن الفوائد اللي أنا ختاب من الشرع بن عثمان رحمه الله وتعالى ونور ضريحه وقبره آه إن كان بيقول حتى مسألة التناجي باللغة الدكتور رحمد يفهم اللغة الإنجليزية والأسيد محمد توفيقي يفهم اللغة الإنجليزية وأنا رجل جاهل في اللغة الإنجليزية فالأتنين يرطون مع بعض باللغة الإنجليزية وأنا لا أفهم آه قال ده من صورة من صور التناجي نعم آه وإياه فعلا في الواقع أمر تناجي آه آه والأساب يستشعر دي لو أنت روحت بمريض مستشفى آه ولقيت اتنين أطباء يرطونة من اللغة الإنجليزية تبقى قعد أنت بتهس دماغ كده وتقول سبحان الله والحمد لله أنت بتسبح وفكر أنت فاهم يعني واغي ببالك وبعد أنت تقول له مفهوم مفهوم يعني اللي مهم الشاهدة مولانا إن سائدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين هو أمير الدولة في الوقت ده نعم طالب من المسعود أن يختلي به طيب وعز يختلي به ليه شافوا الثياب لعني فيها شيء من الرثاسة بين عليه شيء من عدم الهندام أو شيء من هذا القبيل مما تعرض له الإنسان فلما استشعر أنه قد فقد زوجته أم أن يقول له ألا نزوجك جارية شابة نعم آه يا جمالك يا سيد عثمان ماشاء الله ألا نزوجك أيه مش ألا نزوجك ثيبا في الأول سبحان الله لا إنما قال له ألا نزوج ومتزوج ألا نزوجك جارية شابة وبعدين يقول للعلة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك الله في اللغة العامة يعني في اللغة العامة بتاعتنا يعني ترجع الشقوة بتاعتنا ترجعك عشي سنة ورا ترجعك عشي سنة ورا وأين لنا يا عثماني زينا في بعض الزوجات والله وبالله وتالله بترجع زوجها شابات وفي بعضهم بتتموتهم وبعض النساء بتجيب لزوجها متفجرات أي والله بس أخواتنا صالح نعم والله بعضهن تجعل الهموم تقتل زوجها أو الله دي حقيقة أو الله أو الله حد من إخواني معايا في الشارع بتاعي نعم حياتي كنت حلوة خالص وبعدين مع الظروف الاتصادية التي بنق تضيق الخناق على الناس وهذا قدر والله وتعتج إلى الصبر والرضا وإلى بذل الجهد والتقطط الجيل وإن لا نعمله فكنت أراه بعد ذلك مهموما بدأ يقصر في صلاة الجماعة العادش يشوفه مزل كتير أما قابله حتى أنا واخرج بالعربية شوفه هو ماشى على رجلي ياب نركب يركب معايا نتمشى كلا دوران شوبرا أنت طبعا خبير شوبرا وبعدين مالك يقول الحمد لله بس الحمد لله طلع أي الحمد لله طلع منكسرة مش الحمد لله واحد ده لسه فتران يعني وسعيد كده منكسرة كده فجي مرة مش قادر بق يعني خلاص طفح الكيل ومش لقيت 11 بالليلة تلفو بين حس ان انا هتنطبق علي انزلي فانزلنا قدامي البيت عند جنينة كلا فانزلنا عادنا جنبها كلا وقعدت اتكلمنا وهو قال لي انا وهو يبكي هو يبكي وده على الرجل مسهلة طبعا يقول لي انا فقدت عمل في السعودية عشان مع زوجتي هنا ومع اولادتي وبشتغل وظفتين وعملت اللي متعملش وودتهم اندية واشتركت ليهم فيه مش عارف فين وكنا بروح نصيف فين وكنا بنطلع عمرة مع بعض ومش عارف ودت ايه ويسأوت ايه وجبت لها دهب ايه وعملت ايه ولما تنكرت لي الحياة وضاق بيا العيش بدأت تنكد علي وعلي جابوني واللي خلفوني سبحان الله لما ضاقت الحياة في يدي اقول له انت النفقات الاساسية بتعملها قال لي طبعا طب انت الشكوى من ايه الكماليات سبحان الله تصور الناس مش لقي الاساسيات والهانم عندها الاساسيات متوفرة الاكل والشرب والصيدلية والدواء والشقة والكهرباء والمية والغاز وحاجتها متوفرة ولا غضانة في ذلك بس هي مش متعودة على ده هي متعودة دريفر الساعة 3 بالليل الناس راح تصال الفجر والدريفر يطالع اليوم بالبيت متعودة على كده متعودة ان كل اسبوع ولا اسبوعين عو سنة طاع خروجة برا نصرفها 2003-04 طب هو ما عادش عنده خدرة وقال لك احنا لازم المال ده الفلوس اللي معايا دي انا اقسمها على مدار اليوم على مدار الشهر عارف ان انا ابط عشر دراف جنيه في اخر الشهر عند الايجار والكهرباء والغاز والمية واذا كان عندي عربية عارف عربية بتتكلف قد ايه مواصلات عارف قد ايه والباقي عندي اذا كنت تصدق بجزء والاخر ديبقى نرتب نفسينا بيه في البيت الا اذا كنت عندي استطاع ان انا اوفر منه ولو شيء يسير نعم وهي اصلا مطالبة دكتور ان تصبر وان تساعد مش في كاميريه بس في الاسيات نفسها ان تببت احسنت ده هي بتتكلم على الكمال ازاي بقالنا اسبوعين ما خرجناش ولا طب الخروجة ده تتكلف كام هتتكلف الفين الفين ونوص تلات تلاف ده اقل تقديل لانه عندي تلات اربع عيال وهم هيخرجوا لما مش هيكلوا برا هيتغدوا في اي مطعم ولا يكلوا في المكان اللي هم فيه مش هيركبوا حاجة مش هيشربوا حاجة هيعملوا حاجة الاولام مش هتشتري حاجة وده الطبيعي في كل البيوت صحيح للناس اللي هي متعودة على مسألة الخروج نعم فاكسموا بالله انا قلبي كاد ان ينفلق نعم من شدة القلم اللي هو فيه قلتولي يا ابني انت ما يفرش تنام كده ده ممكن سكتة دماغية ممكن حاجة في القلب ممكن ضغط دم مرتفع ممكن مصيبة من مصايق ولذلك قلت له زوجتك فهمها عاوزنا تكلم معاك كلم معاك مم فلما روح البيت اتصل عليها قال لي للأسف هي بتحت ذلك عن الكلام تروب راحتها مم لما تتهيأ الكلام اقمان الكلام مم بعد يومين قامت مكلمين اه يا اخت الكريم انت ما يرضى عنك وقالت لي انا كنت عايشة في عندي بابا في مستوى وطرى طب انت لما تزوجت السنوات العجاف الاولى اه او السنوات الجميلة الاولى سا ما انت بتقول الحلوة دي نعم كان مقصر في حاجة قررت لي ابدا مم وكان عسل وزوجة مفيش زيه في الدنيا واوه حاجات حلوة اه طب ايه اللي حصل مم لما اتضغطنا في طب كل الناس اتضغط في الوقت صحيح صحيح وكل البيت تقلل من عندها من النفقات والكماليات بدأت تقل جدا عند كثير من الأسر بل لا تكاد تذكر الآن صحيح ونعرف في الوقت الشباب في الجامعة ما كانش متعود ينزل يشتغل 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 في محل ملابس نساء في غلوصي اه يعني الناس مضغوطة تبين تدهورك يا زوجة تعمل ايه طب طب يا علي ايه ام قولي كلمة رقيقة عرفت توفاري من المصروف في البيت وفاري عرفت تعمل شغل اونلاين من البيت تضيفي بيه حاجة جديدة عمليها المهم يا دكتور احمد اللي خلانا نقول الكلام الجميل ده نعم ان سيدنا عثماري من عفان بقول سيدنا عمران مسعود ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك تذكرك بقى بترجعلك يعني نشاطك وحيويتك وشهوتك وقوتك طب عفوا قبل الانتقال لكلام من سيدنا عثمار الموقف بتع أخونا الفاضل المتزوج واحدة وهي زعلانة عشان مش موفي معها في كماليات الحياة مش بتكلم عن السوق عن الواقعة دي تحديدا لكن من كان في مثل هذه الواقعة هل تنصحوا بالطلق؟ أبدا أبدا رغم أنها قليلة أصل ده فيما يبدو هي قليلة أصل وعندها شئ من عدم الوفاء ولكن في أمري نفسي برضو أنها تعودت على الدوام على وضع معين في المعيشة فما جنقلها من الغنى هي في نظرها أن نحن فؤر الوقت أما جنقلني من حالة الغنى إلى حالة الفقر مش التوسط وتمنع عني كل الكماليات أنا كده مقدرش يعيش بالوضع ده وكان متعودة تجيب حد في الشقة ينظف كل أسبوعين ثلاثة مرة فما عدش الكلام ده متوفر لأن اللي هتيجي ده تأخذ لها أقل تقدير مثلا لو هي هتبسط لها في المال سبعة منتوا نوجني عشان مساحة الشقة والأوضاع اللي انت عارفها دي بالنسبة للحالة دي يعني نعم فأنا طبعا ابتداءا ما ننصحوش بالطلق إنما ينبغي أن يتدخل حد من العقلاء ومن أهل الفضل والخير يتكلم معه يتكلم معها وإذا كان عنده صبر يتحمل يفضل متحمل يتحمل يعني عنده صبر يتحمل حتى مع الجحود المستمر ماذا يفعل الدكتور الرحمن؟ عنده ثلاثة أربعة أولاد أنا أسأل لا أستنكر أنا أسأل لا أتحلم أنا فاهم فاهم الله يرفع مقامك الله يرفع مقامك نحن نقول الأصل في أي مشكلة حتى ربنا علمناك والتي تخفونا نشوزهن فاعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن تب ما كانش يطلق طلقة في طهر لم يجامعها فيه تب ما كانش في الأخر يديلها طلقة أخيرة حكما من أهلي وبعدها طلقة في طهر لم يجامعها فيه عندنا خمس فراح إليه فكذلك هو الحال يعظوها ويذكرها بالله تعال وبعدين يهجرها ماشي محترام يضرب ضرب تأديب لضرب انتقامه ضرب تأديب يعني تقرب بنا خليك مؤدبة أرصى كده ولا حاجة كده يعني نعم يعني الأمور تمشي مفيش عنده أهلها أبوها يقول له تعالى عمل حاجة أنت حتى قد تصرف في بيتك إزاي فهمني هل أنا مفترض علي أفعل الكماليات ولا عند الحاجة عند الحاجة طب أنا بعمل الضروريات أنا مقصر في طعام ولا في شراب ولا في كسوة ولا سيدلية ولا مدارس ولا مش عارف كهربا ولا غز ولا مية ولا سكن أنا الحمد لله أؤدي ما علي نعم بالأمور دي إذا جي في الآخر بقى بعد كل ده هي عملة صدع في دماغه وظهرت منها الوقاحة وإلة الأدم وعدم الوفاء مسألة أن يهجرها شهري كابل مطلوب كما فعل النبي مع النسائي صلى الله عليه وسلم مش فعل النسائي صلى الله عليه وسلم قعد في المشربة حوالي 29 يو الآيات المعروفة صلى الله عليه وسلم بالذات المتعلقة بسرعة التحريم فيهجرها فترة طويلة ما يكلمش معها لأكل ولا شرب ولا ولا يختلف بيها وإن كان ده مش الأصل نعم طيب ما فيش فايدة وشايف أن أنا خلاص ما عادش عندي طاقة أن أتحمل مثل هذه المعيشة لو استطاع أن يأخذ سكنة مستقلة لنفسه فليفعل وتظل على زمته ايوة اه شوف احنا ماشيين كم حل اه تدريجيا اهو طب عفوا الحل الأخير ده لسه نكامل بقى لا لا قبل ما نكمل اللي بعده الحل ده نفسه ايه الفايدة منه ان هو يكون أظل مستقل في باكات بعيد يبتقد نفسيا عنه نفسيا اه نفسيا عنه في بعض الأزواج يقول لي كده أنا معندش قدرة أن أنا أطلق عشان خطر أولاتي ولو طلقت لها نفقت متعة وعدة وأخر صدق وأيمة ولا كده كده محموز ومعندش قدرة أن نعمل ده فعشان للضغط النفسي أنا سأنفق اللي أنا أستطيعه بس أنا أخد مكان برا لإني لا أستطيع أن أنا أجلس أنا وهي في مكان واحد وبيتفق على ده وبيتوافق إذا وصل بقى لحالة من المرض النفسي أو اتدمر صحته النفسية فله أن يطلقها وإن كان ده آخر الحلول آخر الدواء الكيب نعم الشيء أنا سمحني بأخد لا أبدا فضل لكن هي نقاط مهمة هي دي استشارة وكان أنا رأيت فعلا أحد إخواني يستشرنا فيها نعم هو قضى حياته يا دكتور في السعودية بيجتهد بيشتغل طيب رجع مصر عنده 53 سنة نعم كل الأموال التي كان يرسلها خلال غربته كان يرسلها في البنك في حسابها الشخصي وكل ممتلكاته كان يكتبها باسمها فلما رجع من السعودية عشان يستقر يطلق إحنا خلاص كل واحد في اتجاه هو لم يطلق حتى هذه اللحظة لكن يتعجب لردود الفعل العجيبة يعني هو كان في الغربة إلى أن وصل 53 سنة قال لي من بعد ما خلصت كل التجارة وسفرت اشتغلت محاسس صغير لحد موصل لمدير عام وطوال هذه السنين تشوف كم سنة يعني بربط 30 سنة ينزل مصر الأجستو يوسع الأولاد على قد ما يقدر اشترى للأولاد الشليف الساحل الشمالي وعمل لهم كذا وعمل لهم كذا لكن للأسف الشديد في هذه اللحظة كل حاجة رحت يعني الرجل يكاد أن يجنن حقيقة يعني يشعر وكأنه فقد الدنيا والآخرة ويشعر بذلك وإلا ما يكون قد فقد يعني كيف تنظر أو كيف تقيم هذه القصة؟ نحاول أولوك أنا دماغي سيخد أو الله ما اللي أنت بتحكيه نعم طيب خلنا نوقف عدة وقفات قلت دايما أنصح الشباب فأول الزواج نعم ما تعرفش زوجتك حاجة عن تفاصيل حياتك فأول زواجك سبحان الله أنا ما أعرفش هي مين ولا تعرف أنا مين احنا هتعرفنا على بعض فترة الخطوبة وكل واحد فينا بيظهر أجمل معين دو لإسعاد الآخر وعشان يحتويه وعشان ما تحصلش مصادمات ونكمل ونعيش في بيت الزواجين نعم وبقول برضو للأخوات كده يا بنتي مش كل حاجة في تفاصيل حياتك في أول جوازك تعرفها لزوجك نعم البعض بتضحي تقول أدى دهبي طيب أنت لسه ما اختبرتهوش ولا عن أخلاقه ولا سلوكياته ولا معاملاته ولا أدابه وأنا من المصايب اللي أنا بشوفها بقولي الكلام ده إن تيجي تقولي ده كان ظاهر في فترة الخطوبة على إنه الشيخ بتاع الجامعة الإمام الكبير وبعدين فجأة لقيته واحد تاني خالص أنا معرفوش ولما جيبوا على التليفون ونتكلم مع بعض قلت أني كلامها صدقه فتقول أنا شيفتي دهبي وبعتي كذا وعملتي كذا وكنت من بابي ده زوجي وبقف معاه طيب أنت لسه في الأول ما درسوش بعض جيداً ومتعرفوش الدنيا فيها تفاصيل وإن كان عندنا حسن ظن إن التلطين كويسين ولا حاجة بس ما نعملش العملة اللي زيني الحاجة التانية أنت ربنا عز جل قدر لك أسفر وربنا قل فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور واطلعت برة تغربت غربة طويلة وهي هنا قامت بتربية الأولاد أو سعت أو فعلت ما فعلت خلي حكتك باسمك ولا باس أن تكرمها ما هو المال الذي عندك لو أن الله توفاك ما هو إرث لها ولأولادها هذا أمر والأمر الثاني أنا بقول هي سفرت معك برة قال لي لا دايكت أعلى بس بتقوم بمجهود مع الأولاد خلاص يا حبيب قل بربنا يكرمك الله أوسع عليك لها بس تكتب لها شقة مثلا بإسمها الخاص نعم أو تجلب لها سيارة لو هي بنحب الكلام ده أو تشتري لها مثلا قطع من الذهب أو غيره أو غيره المهم أن يصدر دنتا ياه الأفضل للإنسان فيه ليقوموا الصبح يقول لمراته إدني خمسين جنيه عشان راح قناة الندى ولا هو ولا يتبقى فلوسه في جيبه وهي اللي تطلب منه كل يوم هي اللي تطلب طبعا طبعا يبقى أنت لك اليادي العليا صح بقى في بعض النساء في بعض النساء بعض الأصناف عندها استعداد للفساد النفسي إن يبقى أول ما تملك مال في إيديها خاصة بعضهن لو كانت في حال فقره واتغير الحالة فبتخاف إن الجنيه يجري منها سبحان الله يقول لك ما ممكن إنه يرجعش تاني فأول ما تمسك فلوس في إيديها كلبش فيه كلبش أنا معرفش الحالة بتاعي العجيب عفونا دكتور إنها كانت هذه مرة غير وفية فهو يحكي لي أنها كانت طوال هذه الفترات عارف حاج بتديه بنج يا أجمل الكلام يا حبيبي ويا مش عارف إيه والدلع والألفاظ الجميلة وهو الرجل خلاص يعني مستقر نفسيا وراحته في أولاده إلى أن وصل إلى هذه المرحلة يعني وكأنها كانت تنتوي ذلك من سنين تخطط لذلك شي أنا نقول في بعض النساء عندها عندها الرؤية دي عندها نفسيتها كده في بعض النساء عندها استعداد للخيانة سبحان الله ولذلك لا ترد يد لامس لا ترد يد لامس يد لامس ماشي في السوق واحدها تفتح مؤاد كده نعم هي لها رغبة في ذلك وفي بعض الرجال نفس الوضعي برضو لا يرد يد امرأة واحدة عكسيته واحدة بعد انترسالة واحدة نحكت عملت هو قابل لده في أصناف كده من البشر صحيح طبعا الأمر يحتاج إلى تحليل نفسي نفسية المرأة والرجل ولكن على كل حال يعني دي نصيحة لكل إنسان أنت ربنا عز وجل أكرارك بالمال نعم وانت لسعيت وروحت وجيت بالمشاركة معها انت عاوست كريمها بشيء من المال جزاك الله خيرا وأجزر الله لك العطاء في الدارين نعم وكده كده لو أن الله توفق قبل هذه المرأة الرزق الذي رزقت به هيقسم على زوجاته والأولاد ولكن أسلم أمر القيادة كله بالكلية كده طبعا أمر يعني غيره مستحسنا جدا نعم خاصة مع تقلبات وانفتاح قول النساء الأنمس زي الأول مش زي زمان طبعا 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 وكسرت الأموال زي ما قلت لحاجة زي ما حاجة ذكرت فتنة فتنة للرجل والمرأة كمان مش المرأة بس الصحبة والصحبة نعم أم أب أخ أخت صديقة ما تعملي تماتي تعبانة مع العيال الله أعلم الجهاز ما هو متجوز هناك وعيش حياته تم تحرصي يا بيت تم تشتري حاجة تم تعملي حاجة أيها صح شيخنا الحبيب للأسف وقت الحلقة انتهى بالله لا حول ولا حوة إلا بالله الرسالة الأخيرة أبشر ونختم بها ومستكمل الحديث مرة القادمة طيب إحنا بنقول آخر حاجة في جملتين إنه سيدنا عثار بن عفال وقبل عبد الله إنه مسعود وقال له أنا عاوز أختلي بك وبعدين قال له لما شفي شيء من الرثاسة قال له أنا نزوجك جالهة شابة نذكرك بعض ما مضى من زمانك نعم فسيدنا عبد الله إنه مسعود أراد أن يعتذر منه آه فقال له الكلام ده يا أمير المؤمن لا يوجه لي أنا رجل كريم من الشيوخ الكبار إنما ده يوجه للشباب فإني سمعت أنه صلى الله عليه وسلم أقول إنما لعملوا بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى حديث الأخر عفواً يا معشر الشباب ما نستطاع بكل مقدم لتزوج فإنه غض المصر وأحصل الفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه لوجه نعم وذكر له بقى قال له إن الزواج ده يساعد على غض المصر وعلى حصانة الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم يساعده على ضعف الشكوى نعم والدكتور عبد الرحمن كان صائم اليوم الحب وبعد الإفطار بدأ يظهر الأثر يعني أي لعب سيدنا الحبيب الله يكرر جزاك الله خيراً سيدنا الله يكرر رضي الله عنك اللهم ينوي إياكم مشاهدة الكرام ما زلنا مع حديث سيدنا عثمان مع سيدنا عنقمة رضي الله عنهما وحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث الذي يوضح توضيحاً مفيداً جداً للجميع ضرورة التأهيل للزواج أن يتأهل الرجل أو أن تتأهل البنت للزواج قبل الزواج حتى تكون أو حتى يكون مؤهلاً لإدارة بيته وللوئام بينه وبين زوجه نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعاً بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدة الكرام وقام على أن نكمل في لقاء وتجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى سائرين الله عز وجل أن يوفقنا وأياكم إلى ما يحب ويرضى وأن يصلح بيوتنا وأن يرب لنا أبناءنا اللهم أمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بَيْنِي وَبَيْنَ الْطَيْبِينَ كَلَامِ وَمَحَبَّةٌ فِي اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ وَنَصَائِحٌ لِلْدَهْرِ وَالْأَيَّامِ هي للبيوت الطيبات سلام وتآلوف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام نعم